تونس تقع تحت إيطاليا موقع يحدده وزير البيئة التونسي رياض المؤخر أو هكذا يفضل القول كلما سئل عن موقع بلده وهو ما حدث بالفعل على هامش مشاركته في ملتقى دولي بالعاصمة الإيطالية روما وصفنا الجزائر بالدولة الشيوعية وليبيا بالبلد المخيف وراميا بذلك عرض الحائط كل الجهود التي تبدلها الدولتين الجزائرية والتونسية لتوطيض العلاقات الثنائية وحفظ ماء الوجه حتى لا ينهار كلية المشروع الانتحاد المغاربي الكبير خطئة أخرى يرتكبها أحد آضاء الحكومة التونسية في حق بلد مد يده لجار كاد يغرق في الوحل عقب عاصفة مصطول حالة تسميته بالربيع العربية وفي حق شعب قال ذات يوم أنا تونسي رغم جزائريته فقط لحماية السياحة في تونس والتي تعتبر مصدرا يقتات منه أشقاء الذين إذا أصابتهم مصيبة دقوا على أبواب الجزائر لأنهم يعرفون أنها أبدا لن تردهم خائبين مؤخر ظهر مجددا ليفند ما نقل عنها وصفا تلك التصريحات بالمسحيلة والمعقولة في محاولة منه لاحتواء الوضع بعدما أثار غضب التونسيين قبل الجزائريين فتعالت الأصوات المطالبة بإقالتها خشة إلحاقه الضرر بالعلاقات التبلوماسية بين البلدين الجارين الجزائر والليبيا وإن لم يحدث فيعني ذلك بمثابة رفع القلم عن شخصية تدعى مجازا وزير ما دام يفتقد لوسائل اتصال يرفع بها من شأن بلاده التي فضل أن تكون تابعة لأوروبا على أن تكون حرة من حرائر إفريقيا